اعزائي المتابعين كل سنة وانتو طيبين النهاردة بقدم لكم وده حلقات برنامجكم حكايات مع سنوسي احنا صغيرين كتير من ننا كان لازم يسمع الحكايات عشان يقدر ينام والاجيال الاكبر من ننا كانت بتتابع حكايات في التلفزيون والراديو زي حكايات الف ليلة وليلة وكليلة ودمنا كتير من الشعوب باستخدام الحكايات كسلاح للهروب من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة اللي كانت بتعيش فيها اه ويأكد كلامي كمان دور كتير من الحكايات اللي بتدور حوالين ابطال زي ابو زيد الهلالي واركليز واخير اه اللي هو بطل حكاية اسينة المشهورة وغيرهم كتير من الشخصيات اللي ظهرت في الحكايات احنا طبعا مش هنعمل زيهم احنا هنتكلم ونعرف حكايات بعض اه بالبلد كده هنعرف ايه الحكاية هنحاول نغير معتقداتنا وافكارنا الخاطئة ونأكد على السليمة والكويسة منها طبعا ومع بداية الفين سبعتاشر اتمنى لكم متابعة ممتعة وسهنة سعيدة عليكم مع حكايات مع سنوسي اشتركوا في القناة